بلا قملو قدمي الواجه هي خلاق لا تلوموني انا الشيفة تشاب دي الحسن وخابة جامع عضلوني راتب مي تشانت خذمت اوان اللي دي وذراني من قابل محشوف صيحيت صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب غريب يا مظلوم كربلا ما خاب من تمسك بكم سعادتي وأمين من لجأ إلى حسنكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوه أوز فوزا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما صل على محمد وآل محمد الآية الكريمة إخواني أيضا تدل على الحنان والرأف كما ذكرنا في الليلة الماضية لأنها بدأت بكلمة ربنا الذين يقولون ربنا هب لنا إحنا قبل لا نبدأ بتفسير الآية قد نأخذ تفسير اللغوي للآية بعض الكلمات حلوة كل جميلة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين طبعا إحنا عدنا حسب القاعدة القرآنية عدنا القراءات السبع أخواني إذا سمعين بالقراءات السبع في بعض الآيات تقرأ بأشكال مختلفة والأشكال بأجمعها صحيحة يعني حتى لو قرأتها فصلة فهذه القراءة صحيحة مثل ما يقرأها أحد القراء كفواً أحد كف أن أحد هم هذه صحيحة؟ هم صحيحة كذلك في آية لما يقول مجراها مرة يقول مجريها هاي تقرأها لو هاي صحيحة مرة تقول ال ياسين ومرة تقول آل أثنين صحيحة تقرأ هاي بالصلاة لو هاي بالصلاة صحيحة لكن على هذا خط اللي موجودة الآن في القرآن واحد يقرأها الياسين مكتوبة لكن آل ياسين هم تقدر تقرأها ماكو مشكلة هذه الآية أيضا لها قراءتان هذه الآية كذلك لها قراءتان ربنا هب لنا من أزواجنا اللي موجودة بالقرآن ذرياتنا ذرياتنا جمع لمفرد ذرياتنا جمع بعض القراءة ما قرأها جمع قرأها ذريتنا مو ذرياتنا مو ذرياتنا قرأها ذريتنا بالإفراد زين فتقرأ هاي صحيحة تقرأ هاي صحيحة صحيحة زين ربنا هب لنا كلمة هب فعل أمر مأخوذ من وهب يهب ووهب لغة الهبة تعرف معناها أكثر الناس يتوقع على أن الهبة هي هدية بس الهبة مو هدية لأن لا يستطيع أحد على الهبة إلا الله محد يعطي هبة إحنا الآن لما تنطي شيء لآخر تنطي هدية ما تنطي هبة لأن الهبة أمنيا من الله شن الفرق بين الهبة والهدية دقق وياي أنا أحب الأمور القرآنية أحب أنها بصراحة يعني حتى لو يمكن البعض يقول شيخنا شوي متعبة لو كذا لا إن شاء الله تفيدكم هذه إن شاء الله مفيدة صلوا على محمد وآلي محمد الهبة بمعنى الهدية لكن مو هدية بنفسها لا الهدية إما فيها عوض أو فيها غرض هاي الهدية الهدية كل شيء اللي أنت تنطي لو إلك طمع به إلك غايبي لو أتريد عوض زين يعني اليوم أنا ابني عرّس أنت جبت له هدية بأتشر لو ابنك عرّس تنتظر مني لو لا هاي هدية هاي موهبة هاي هدية لأن تريد رد المعروف هل جزاء الإحسان إلا إحسان أكو بعض الناس ينتظر من الهدية العوض كونوا ترد الهدية أو واحد يريد راوي الناس نفسه إلى الناس أو يريد الرياء أو يريد مثلا تنفتح شغلتها مثلا ها وأكو واحد لا لا غاية بيها أسألو عوض له غرّض بس الهبة لا عوض ولا غرّض أسألو واحد منكم يقوم ويقول لي شيخنا أنا أنطي أنطي بعض الناس ينطون هدية بس ينطونها لوجه الله ما عنده عوض ولا عنده غرّض بيها ما عنده غاية بيها شنو غاية تكي هي غاية تكترى ما تنطيها لوجه الله شنو الغاية وجه الله يعني أنت إلك طمع بالجنة وتخاف من النار يعني حتى الهدية اللي تنطيها لله سبحانه وتعالى هم إلك شنو هم إلك غاية بيها لو ما لك غاية ما تنطيها ديها حقيقة يعني حتى اللي ينطي لوجه الله بينه وبين الله ينطي هم عنده طمع بيها لو ما عنده طمع ما ينطي الطمع يخاف من النار ويحب الجنة لكن في بعض الحالات لا اللي يعطي بلا عوض ولا غرّض يسمونه الوهاب صاحب الهبة الواهب أو الوهاب يعطي بلا غرّض ولا عوض يعطي بلا عوض ولا غرّض أكو واحد من المخلوق ما عندنا واحد حتى لينطي لله ينطي لله عنده طمع بس الوحيد الذي يعطي وما عنده لا غاية ولا غرّض ولا عوض يريد من عندك ياهو الله سبحانه وتعالى ليش لأن احنا فقراء إلا الله بس الله هو الغني أنتم الفقراء يعني احنا زين الله سبحانه وتعالى هو الغني بعد ترزق من تشاء بغير بغير حساب آية ثارثة أن الله هو الرزاق ذو القوة متين إلا الله سبحانه وتعالى لما يدفع شي يعطي شي ما يريدك تترجعها إلي ما يحتاجك ولهذا احنا عندنا في حديث قدسي اقول له يا ابن آدم الحديث القدسي تعرفونا شنو الحديث القدسي هم كلام الله مثل القرآن بس يختلف مع القرآن القرآن كلام الله الذي نزل على صدر نبيه عن طريق جبرايل لكن الحديث القدسي كلام الله الذي تكلمه الله مع نبيه مباشرة من دون جبرايل من دون واسطة مباشرة حشو إياه زين أو هذا وين صار البعض صار في الدنيا والبعض صار في المعراج في المعراج النبي سمع كلام كثير من الله من دون جبرايل لأن عبر السماوات السبع أو راح يوصل حتى وصل طبعا رأى الجنة ورأى النار وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى قبل لا يوصل خمسمائة حجاب من النور وقف جبرايل هنا وقف قبل لا يدخل بالحجاب قل له يا رسول الله الآن أنت بمفردك أنا أتراجع قل له ليش قل له هذا المقام مقام كريم لا يكون إلا لك بس رسول الله بس أنت حبيبي أخي جبرايل قل له لا لو اقتربت بقيدي أنملة تحترق أجنحتي ما أقدر هاي إلك شا تقول الروايق قل فزجه في النور دفعه دخل في النور خمسمائة حجاب بين كل حجاب إلى حجاب خمسمائة سنة أو من سنوات الآخرة مو من سنوات الدنيا واليوم الواحد من الآخرة يعادل خمسين ألف سنة من سنوات الدنيا إنه يوما كان مقداره خمسين ألف سنة وهذا حبيبي يعني خمسمائة سنة كم يوم من الآخرة يصير كل يوم خمسين ألف سنة سبحان الله أجقد واسع هذا المكان خمسمائة حجاب فاصلت كل حجاب إلى حجاب خمسمائة سنة أو مو من سنوات الدنيا من سنوات الآخرة يقول فزجه في النور وغرق النبي في النور راح راح إلى أن وصل إلى مقام قلقوسين أو أدنى أجقد هاي السرعة هائلة وإذ يسمع من يسمع صوته علي ابن أبي طالب الجماعة خوارنا ما يقبلون هالحجي هاي اي ما يقبلون مخلين قاطعين منها شوية وقاطعين منها وقالوا شوفوا انظروا إلى هالرافضي يقول أن علي ابن أبي طالب كان في المعراج ومخلين وشت امتحت شات مين براحتهم زين مولانا فاحنا نقول هاي بعقيدتنا اللي يقبل يقبل ما يقبل الله حقيقة الله عقيدتنا عقيدتنا وأنفسنا سيقبل ما يقبل راجع إلى بعد زين فإذن سمع صوت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه سأل رسول الله سأل قل لأ إله أعلي معي في المعراج سبحان الله سأل مارد حجي عن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه لكن الكلام جرني لي علي ابن أبي طالب قل لأ علي معي في المعراج قل لأ يا رسول الله لكني فتشت في قلبك فرأيت أحب الأصوات إلى قلبك هو صوت علي ابن أبي طالب فكلمتك بصوت علي ابن أبي طالب هذا الكلام اللي دار بين الله وبين رسوله أجل نبي نقله هذا شي سمونا سمونا حديث قدسي أو في بعض الأوقات النبي يتكلم مع الله مباشرة كما أن موسى كليم الله كما أن موسى كليم الله رسول الله من باب الأولى أن يكون كليم لله سبحانه وتعالى فالكلام المباشر بين الله وبين رسوله هو حديث قدسي لكن عن طريق جبري لشي قلوا له قرآن زين الله في حديث قدسي أصلا نحيد عن الموضوع نرجع زين اقل لي يا ابن آدم حول الفقر والغناء أن الله هو الغني ونحن الفقراء وحول الهبة متنسى قاعدنا نحن عن الهبة أن الهبة لا يعطيها إلا الله لو واحد يقول أنا وهاب أو أنا واهب لا لا الواهب هو الله زين اقل لي يا ابن آدم ان تكفر أنت ومن في الأرض جميعا لما نقص ذرة من ملكي ولو تؤمن أنت ومن في الأرض جميعا لما زاد ذرة في ملكي أنت تعبد النفسك تعبد الإنسان إذا أذنب يضر نفسه وإذا عبد ينفع نفسه وإلا الله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج عبادتنا ولا يحتاج ذنوبنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإذن الهبة ما هي الهبة هي الهدية أو العطاء بغير عواض ولا غرض ولهذا وحدة من أسماء الله يقولوا له الوهاب وهاب على وزن فعال فعال صفة مبالغ يعني كثير الهبة عدنا نبي من الأنبياء هم اسمه هبة الله أستسير لك ياهو لما تدور أسبالك ياهو هذا هبة الله لما أرجع لك زين عدنا بعد آية بسم الله الرحمن الرحيم عن لسان إبراهيم ربي هب لي من الصالحين ربي لأن ما سر عند أولاد إبراهيم عنده اثنين نسوان اثنين هن ما سر عند أولاد من عدهن فدعا من الله قال ربي هب لي لأن الهبة ياهو ينطيه الله ربي هب لي من الصالحين الله شنطه انطه اثنين الشبير والزغير الشبير ياهو اسماعيل عليه السلام والزغير اسحاق اهل الميسرة وياه انتم زين اسماعيل واسحاق انبياء بني اسرائيل من اسحاق والنبي الأعظم محمد من اسماعيل لما الله انطى اسماعيل واسحاق قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل شوف هناك قبل لا يجل للدنيا قال ربي هب لي انطيني ما عندي الله انطاج قال الحمد لله الذي وهب لي نفس الكلمة اعادها ابراهيم عليه السلام اذن العب من الله عدنا نبي من الانبياء اسماه هبة الله عحسن تبارك الله فيك زين النبي الثاني على وجه الأرض النبي الثاني على وجه الأرض لأن أول نبي آدم عليه السلام من بعد آدم لما قابيل المخير كتل هابي للخير وأمه تحبه وأبوهم يحبه انقطعت الولاد لأن حوى تجيب بطنين توم توم بطنين بدت ولد بدت ولد بدت ولد تجيب تجيب توم إلى أن انقطعت عن الولاد لسنوات عديدة من بعد سنوات عديدة الله وهبهما يعني انطاهم هبة شنو ولد ذكر واحد من دون اخت واحد مو توم واحد بطن واحد زين انطاها ولد واحد هذا الولد اسمه أشيث عليه السلام النبي الثاني اش لقبه لقبه هبة الله لأنه هبة من الله من بعد سنوات الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الولد زين خلصا من كلمة ربنا هب عرف ناس الهبة شنو نكمل ربنا هب لنا من أزواجنا أزواجنا يعني الزوجة وكذلك الزوج تقدر تعبر عنها بالزوج والزوجة احنا في القرآن الكريم كلمة زوجة ما عدنا روح دور كلمة زوجة التاء المربوطة التاء المدورة ما عدنا يا آدم اخرج أنت و زوجك زوجك ما قال أنت وزوجتك زوجك الزوج هي الزوجة وكذلك الرجل إلى المرء أيضا يقال له زوج وضع ما لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا هذه ما بيه شرح واضحة هسأرجع لها أنا قرة أعين اقل لإلهي أنا قاعد هسأترجمها لك اقل لإلهي انطيني زوجة صالحة وانطيني أولاد ذرية صالحين كن عين تقر بيهم قرة أعين هسأخنوشوف هاي قرة أعين شنو معناها قرة لغة بمعنى البرودة البرودة تقول ليلة قريرة يعني ليلة باردة مثلا يوم قرير يعني يوم بارد إن يدك قريرة يعني إن يدك باردة إذن قرة بمعنى البرودة زين الأعين شنو الأعين بها رأيين الرأي الأول طبعا جمع لو مفرد الأعين جمع بس يا جمع تعال أنا أقول لك جمع أعين جمع شنو جمعين لا واحدة واحدة الأعين جمع شنو أعيان أعيان لأ أعيان أنت قلت لجمع الآن الآن هو صحيح جمع بس قللي الآن جمع شنو يقول له بالهور لو بالزور لو عند الحراموية لو هيك لو هيك أنا أقول لك صحيح لو لم صحيح بسعشوا يا زين أنت تخافتح شي خلاص أنا أقول لك صحيح ولو لم صحيح الآن جمع الأعين شنو عيون عيون جمع شنو عيون جمع عين العين عافية أنت بس قل العين أنا باقي علي هاي عين أعين جمع العين العين شنو جمعها شال العين شنو هم جمع جمع ثاني يعني جمعين لها أه سنتبه الآن خل اسمع لآراء أولا الرأي الأول الجمع باللغة العربية عندنا جمعان عدنا جمع كثرة وعدنا جمع قلة جمع كثرة وجمع قلة الجمع الكثرة عيون جمع القلة أعين هاي واحد الرأي الثاني جمع العين هذا الرأي الثاني جمع العين عيون عين وعينك وعين حاج فلان وذاك وها Though كلها هاي عين وعين 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 ش actually جمعها عيون بس احنا ما عدنا عيون وحدة عدنا عيون البشر عدنا عيون النمل عدنا عيون الماء عدنا عيون النفط عدنا أنواع العيون عدنا عيون الناقة عدنا عيون الطيور عدنا عيون الأسود عدنا عيون هاي عين وعين وعين عيون بس العيون هم موحدة هم منواع زين جمع العين عيون جمع العيون عيون يسمونه جمع الجم يسمونه جمع الجم إذا عبرنا عنه بجمع الجم يصير تأكيد لكن اذا عبرنا عنه جمع قلة اللي عليها الغالبية جمع قلة يقول لك هاي موك العين موك العين لا الا عيون المتقين هسا الآية تكملها واجعلنا للمتقين امامه بس عيون المتقين موك للعيون لا زي هسا واحد يسئله يقول لك بويا القرة شنو معناه شنو معناه البرودة والعين شنو ربط البرودة بالعين ماكو ربط بناتهم الله يقول له وحتى في القرآن عدنا عدنا بالقرآن بعد خلطيك المقارن ما له خلطيك من جملة نظائرها زين بسم الله الرحمن الرحيم كي تقر عينها هاي ام موسى زين كي تقر عينها يعني عينها تبرد عجيب شنو يعني عينها تبرد هاي وحدة الثانية آية ثانية ايضا قرة عين لي ولك يا وهذا موسى عليه السلام لما زوجة فرعون آسبت مزاحم تكلمت رادي كتله ويذبحة فقلت له خليه قرة عين لي ولك يعني عينها تبرد بي شنو ربط البرودة بالعين الربط يقول له الهي انت طيني زوجة خوش مرة وانطيني اولاد صالحين كن عيني يبردن بيه شنو هذي لأن الإنسان يبكي على نوعين دموع الإنسان نوعين اما ان يبكي من اثر الفرح واما ان يبكي من اثر الحزن اذا بكى من اثر الحزن دمعة الحزن حارة له باردة حارة عافية دمعة الحزن حارة دائما بالعكس دمعة الفرح باردة الانسان اذا فرح 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 عيني انظر تدمع لكن تدمع دمع بارد سبحان الله يعني هذا قرة اعين يعني عيني تبرد دلالة على الفرح والسرور يقول له الاغي انطيني زوجة صالحة وانطيني اولا صالحين كن عيني تبرد يعني كن ابشي دموع باردة يعني دائما في فرح وسرور كن اسيرا واذا حافظ شنون شوفوا المعنى دقيق بالقرآن لأن الزوجة الصالحة العبدور الزوجة الصالحة يمكن ان تكون سبب لادخال الانسان الى الجنة الزوجة صالحة يا ما ناس ما يصل لون زوجة اللي علمتها الصلاة او يا ما نسوان ما يصل لنوا المحجبات الرجال اللي علم من الحجاب الزوجة او زوجة اللي علم الحجاب كرشي موجود صالح له لا في بعض الاوقات الزوجة تعين زوجها على العبادة والزوج يعين زوجته على العبادة وانا ذكرتها دائما مذكرها الامام عليه عليه السلام لما زفت فاطمة الزهراء سلام الله عليها له مر عليهما رسول الله من بعد ثلاثة أيام فسألها سألها أو سأله سأل الإمام عليه عليه السلام قال له كيف وجدت حرمك اشلون زوجتك ما قال له زينة وحلوة ومعدلة وخوشتك نسو خوش قال لا 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 هذا حكينا احنا العام بس علي بنبي طالب ما يحكيهاش قال له كيف وجدت حرمك شوف الجواب هاي الزوجة اللي تختاره ليش نقول اختاره مثلا من كان له الأخلاق والدين خلق او دين ليش هذا الامام عليه عليه السلام شي يقول يقول قال له يا رسول الله نعم العون على طاعة الله الامام عليه ما يحتاج واحد يعين على الطاعة هو عبد خالص لله بس هذا درس الي او الي يعني لو تاخذ الزوجة الزوجة كونت عينك علي من على العبادة على الطاعة هاي نعم العون على طاعة الله راح النبي الى الزهراء سلام الله عليها قالها كيف وجدت بعلك بني فاطمة قالت أبه إن عليا نعم العون على طاعة ربي شوفوا الكلام شوفوا الكلام هذه حقيقة الزوج والزوجة كل واحد يعين الآخر على العبادة وعلى الطاعة أنا أعمل لله أنا أأكل لله أنا أمشي لله أنا أشرب لله أنا أعمل عملي لله سبحانه وتعالى زيد ما والله عندنا للأسف تتصل ابنية للحوزة العلمية أنا رديت عليها شخصا قالت مولانا عندي مسألة تفضلي قالت أنا بيت محجبة محجبة وألبس عباء أو كذا وهذه وأطلع محجبة لما كنت في بيته أبوي إن شاء الله هو يسمعني يمكن يصير آدمي أجاني هذا الولد وهذا الولد أجع على أساس أنه هذا مؤمن كذا هو وخطبني قالت على لما دخلت في بيته من بعد شهر شهرين منعني من الحجاب قال حجاب بعد ما كون ما تلبس الحجاب هاي المرة بنفسي قاعدت سألتني هذا السؤال بالحوزة قالت منعني من الحجاب هي سألتها ليش تمنعني من الحجاب يقولها أخجل أطلع بالشارع وأصدقائي يشوفون شلاب سعباء أخجل عجيب لها الدرجة هذه سألتني شيخنا طاعة واجبة لمواجبة لا مواجبة طاعة مواجبة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لا طاعة يزعل خليزعل خليزعل ردي أصي الله سبحانه وتعالى ويزعل خليزعل ودعموا لنا فإذن العبادة والطاعة لله وكل زوج وزوجة لا بد أن يعين الآخر علي من على الطاعة والعبادة على طاعة لله سبحانه وتعالى فشي قل قل ربنا هب لنا انطيني زوجة كن صالحة تعيني على العبادة كن عينة برد بيها ولهذا رسول الله صلى الله عليه ورسلم يقول من سعادة المرء ثلاث الزوجة المطيعة والدابة السريعة والدار الوسيعة هاي من سعادة المرء لأن تعطي الراحة والعبادة للإنسان للعبد هاي واحد الثاني شن هو ربنا هب لنا من أزواجنا أخو عرفناها وذرياتنا أو ذريتنا كل القراءتين الذرية أيضا ثمرة من ثمار الجنة الولد الصالح كما يقول رسول الله ريحان من رياحين الجنة الولد الصالح يصبح كفار لذنوب الأب في بعض الحالات رواية عن رسول الله صلى الله عليه ورسلم في كتاب منازل الآخر للمرحوم الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه تعرفونه صعب كتاب مفاتيح جنان أنا أوصي أن تأخذون هذا الكتاب كتاب منازل الآخر جدا جدا مؤثر كتاب صغير لكن جدا مؤثر عجيب ينقل هذه الرواية رسول الله صلى الله عليه ورسلم يقول رجل أو عيسى بن مريم عليه السلام مر على مقبرة عيسى عليه السلام مر على مقبرة شاف لسواد على قبر يعني تراب القبر أسود أنبين لأن هذا النبي من الأنبياء يفهم ويعرف هذه الإشارات والإيحات أن هذا في عذاب قل لقم بإذن الله الذي يحل عظام وهي رميم قام قام لكن قبرة حفر من حفر النيران كل عذاب ونار عجيب سأل عيسى عليه السلام طبعا رواية هذه مو قصة هذه رواية عن رسول الله صلى الله عليه ورسلم في نفس الكتاب قل لها شم سوي ماذا صنعت قل لها أنا سويت كذا 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 عدلة يعني ذنوب معاصي قل لها أرجع نعم راح أرجع للعذاب يقول رسول الله بعد قابل بعد قابل يعني شنو بعد سنة عفية من بعد سنة مر عيسى عليه السلام لم يرى السواد على القبر شاف أكو إشارة قل لها قم بإذن الله الذي يحل عظام وهي رميم قام لكن ماكو أي أثر من العذاب والنار والجحيم والنقم عجيب قال لها أنا في السنة الماضية قبل قابل قبل سنة مررت عليك وأنت في عذاب ونقمة وجحيم ولأن أنت في رحمة ونعمة ونعيم ليش قال لها يا نبي الله لما كنت حيا رزقت بولد صار عندي ولد لما تشت عادل خلال هذه السنة ابني بلغ وصل مبلغ الرجال فعمل عملين أصلح طريقا وآوى يتيما يتيم أو آوى تصدق عليه أو طريق شاي بيطيح سيارة طيح بالحفرة مثلا مرطيح كذا هذا يصلح الطريق ما بيشي أنا والله أخجل أنحني لا أنحني أنحني نظف طريق عادي صخرة موجودة أشيء لهم الصخرة وخليها على جانب شوك كذا هذا وآوى يتيما أصلح طريقا وآوى يتيما ترحمت الناس علي بسبب ولدي فرفع الله عن العذاب شوف الله سبحانه وتعالى رفع عنه العذاب بسبب الولد الصالح الولد الصالح عليه أثر ولهذا قاعد يدعم الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين كن أنا في فرح وسرور زين وجعلنا هذه مهمة هذه حاجة هنا بعد يصير طق بطق شوي حساس وجعلنا للمتقين إمامة كلمة الإمام أكو رأية للعلماء الرأي الأول قاله كلمة الإمام هي جمع من يأتم به الناس أكو أم يا أم هذا إمام هي كلمة كلمة الإمام جمع جمع أم هذا حبيبي هذا بعض العلماء النادر المشهور على أن كلمة إمام هي مفرد جمعها شي سير أم جمعها أم وجعلنا للمتقين إمامة أجد في القرآن هم مفرد وهم جمع ولمعاني مختلفة مثلا الله عبر عن إبراهيم بالإمام وين الآية في سورة البقرة آية 130 وين الآية بسم الله الرحمن الرحيم قال إني جاعلك للناس إمامة هذا إبراهيم عليه السلام إمامة واحد كتاب موسى الله يعبر عن نبي من؟ بالإمام كتاب موسى إماما ورحمة إماما ورحمة آية 2 الإمامة علي عليه السلام الله يعبر عن نبي الإمام وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الإمام المبين هو أبو الحسن أمير المؤمنين علي عليه السلام آية 3 أو كذلك هذه الآية هذه الآية وجعلنا للمتقين إماما طبعا بها أكو لغة الجمحة موجودة وجعلناهم أئمة أئمة يهدون بأمرنا زين أئمة جمعوا الإمام عدنا أئمة خير وعدنا أئمة الشر عدنا أئمة حق وعدنا أئمة باطل أئمة الحق وين؟ وجعلناهم أئمة يهدون يهدون بأمرنا هذا الحق له باطل هذا الحق أئمة الباطل وين؟ فقاتلوا أئمة الكفر أئمة الكفر أئمة باطل الناس بعضهم يأتموا بهم فيدخلوهم إلى النار وبئس الوردل مورود هذا حبيبي فإذن كلمة الإمام هذه الإمام بعد الرسالة الإمام بعد الرسول أهي من الإنسان أو من الله من الله والدلل على ذلك شوف لما قال لإبراهيم قال له إني جاعلك إني جاعلك أنا أنا أخليك مو واحد مو يقعدون جماعة وعينة ولا لا إني جاعلك للناس إمامة الله اللي جعل في آية هذه الآية وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ يعني تجعل من الله في آية ثالثة إني جاعل في الأرض خليفة جاعل جاعل يعني تجعل من الله في آية رابعة وَجَعَلْنِي وَزِيرًا من أهلي هارون أخي هذا الخليفة بعد خليفة وإمام بعد موسى وَجَعَلْنِي اجعل إذن كله تجعل شنو تجعل من الله سبحانه وتعالى ما يصير واحد يجي ويختار الإمام والله أنا رجح فلان يصير الإمام أو فلان يصير الإمام أو فلان لا 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 اللي يعين الإمام الله سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاما زين الآن نرجع لباطن القرآن شيء يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام الصادق عن رسول الله عن رسول الله لما سأله أحدهم قل يا رسول الله فما هو بطنها يعني بطن الآية بطن الآية شنو من هي الأزواج ومن هي قرة أعين ومن هي الذرية ومن هي ها اسمع التفت النبي إليه قل ربنا هب لنا من أزواجنا هي خديجة الكبرى الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ذرياتنا من الحسن والحسين وقرة أعين هي فاطمة الزهراء واجعلنا للمتقين إماما هو أبو الحسن علي بن أبي طالب الزوجة خديجة بعد القرة من خديجة فاطمة سلام الله الذرية الحسن والحسين اجعلنا للمتقين إماما هو ذاك الذي قال عنه وكل شيء احصيناه في إمام مبين وهو علي بن أبي طارب سلام الله الإمام عليه عليه السلام هو الإمام المبين الذي سار إماما للمتقين واجعلنا أحكي للمتقين أجعلنا للمتقين يعني اللي يتبع عليه بن أبي طالب من المتقين واجعلنا للمتقين إماما اسمعني يمر الإمام عليه عليه السلام مع أبي ذر طالعين الإمام سلام الله عليه وصلوا إلى وادي هذا الوادي الوادي يا أخو جدا شبير فيه نمل يقول أبو ذر فصعدنا أنا وسيدي علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه ننظر صعدنا على الوادي أشرفنا على الوادي فرأينا سيول من النمل سيول بالملايين بالمليارات عجيب سيول الوادي كل نمل طلع هذا وادي النمل هذا الوادي كل نمل سبحان الله يقول أنا من كثرة النمل ايش قلت قلت جل محصيه جل محصيه يعني ياهو يقدر يحسبه جل محصيه يقول التفت الإمام قال يا أبا ذر لا تقول جل محصيه بل قل جل باري يعني سبحان الذي خلقه قل له ولم قل له والله إن سيدك أبا الحسن علي بن أبي طالب ليعرف عددها ويعرف ذكرها من أنثاها هذا اللي يقول وكل شيء نحصيناه في إمام مبين الإمام المبين هو علي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عنده علم ما كان وما يكون وما هو كائن له علم الأولين دعنا نقل لك هذا بعد رواية ما دام عندي وقت نقل لك بعد عجيبة الرواية والله عجيبة في كتاب اللي يحب يرجع لها في كتاب علل الشرائع موجودة موسى عليه السلام التقى مع الخضر القصة معروفة في سورة الكهف لما ارتقى قتل غلاما عدل أو أصلح جدارا بعدين هذه السفينة كذلك خرقها قال أخرقتها إلى آخر لما خلصوا من بعد هذه الأحداث مشوا على بحر النيل قاعد يمشون على البحر بينما الخضر وموسى يمشيان وإذ أجى طير يسمى طير الخطاف طير الخطاف ما در شايفينه ولا صغير صغير ونسير أي أجى هذا أخذ مقابل الخضر وموسى عليه السلام هم وجوههما إلى البحر ينظران وإذا أجى هذا الطير أخذ قطرة من الماء ماء البحر فألقى بها إلى اليمين وأخذ أخرى ألقى بها إلى الشمال وأخذ ثالثة ألقى بها إلى السماء أخذ رابعة ألقى بها إلى البحر ثم رفرف وطار قالوا أكيد هذا الطير الهيئة مالة وطريقة وطريقة أخذ الماء جدا جدا دقيقة فيها سر هذه الرسالة من الله بل شنو الرسالة ما يدرون لا موسى يعلم ولا الخضر ما يدرون الرسالة ما هي الله يريد راويهم لأنهما صار بيناتهم حوار علمي بعد بين الخضر راجعوا تفسير سورة الكهف صار حوار علمي بين موسى وبين الخضر يعني ذو من الأنبياء الأعلام بينما هم في هذه الحالة وإذ مر عليهم رجل جميل المنظر حسن الصورة جدا جميل قال لهم أراكما متحيرين قالوا لمن أنت قال أنا جبرايل هذا النبي وهذا النبي يا أمين وحي الله حيرنا أمر الخطاف هذا الخطاف اجل صنع كذا وكذا وكذا فتبسم جبرايل قال أما تعلمان ماذا قال قال لا يا أمين وحي الله قال إن هذا الخطاف يريد أن ينبه ينوه لكم ينبه لكم فقسم بالله قال إن علم أهل المشرق وعلم أهل المغرب وعلم أهل السماء والأرض في مقابل علمي وصي نبي آخر الزمان كقطرة في بحر الرواية موجودة في كتاب علل الشرائع هذه الرسالة يعني الإمام علي ما كان الإمام علي عليه السلام ما كان جسدا هناك لكن علي بن أبي طالب يا جابر إن الله خلقني وخلق علي قبل أن يخلق الخلق بألف عام فكنا ننتقل علي بن أبي طالب ورسول الله ينتقل من صلب إلى صلب من صلب إلى صلب إلى أن وصلنا إلى صلب عبد المطلب فوضعني في عبد الله ووضعك في أبي طالب فأنا النبي وأنت الوصي ولهذا لا يشيء تقول واجعلنا للمتقين إماما الإمام من؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعدين تنتقل واجعلنا للمتقين إماما تنتقل الإمام من علي ثم إلى الحسني ثم إلى الحسين ثم إلى السجادي ثم إلى الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي عجل الله تعالى فرجا هذه الأنوار الطاهرة النيرة لكن ما تحملوا أن يشوفونهم ولا أنا أهل الباطل في كل مكان موجودين كل مكان باطل وحق صراع هذا الحسين هذا الحسين الذي يتربى على عرش القلوب هذا الحسين أنتم تشوفون إعجاز الحسين شنو الحسين شنو مقامك يا أبا عبد الله حقيقة نعجوب الحسين أخواني كترنا أحنا شيعة وسنة له مسلمين لا 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 لكن شنو هالحسين هذا شنو هالعظمة هذه شنو هالعزل الحسين عليه السلام شوفوا هذا البذل الآن أنتم تروحون إلى كربلاء وشوفوا المشاية وشوفوا العطاء هاليوم أو البارحة يجوني ضيوف يزوروني في محل السكن يقل لي احنا خلينا أحصائية حسبنا أحصائية هالأواني هاي أكل أواني يوزعون بها أكل خلينا هذا عشرين سانت عشرين سانت بس صغيرة عشرين سانت قال قدرنا تقدير أنها تكون حول الأرض مرة ونص شوف وين تلقي هايش خدمة للحسين الآن تروحون للحسين شوفوا الغني يوزع الفقير يوزع أنا أعرف شيخ عشائر وجهاء صاحب وجاه واحترام عشيرته حذر إيده آلاف مؤلفة من الرجال والله أعرف أنا يقعد بالشارع ويخلي التمر الصينية على راسه هيك ويدخل على الزوار تعالوا بس اكلوا بس اكلوا أدري أنت شيخ عشيرتك ليش يعني شم سوى الحسين أخواني عجيبة يعني حقيقة عجيبة الحسين رجل شايب السنة الماضية رجل شايب لحيته بيضة زين مخلي له واحد بالطريق شوية قدام كم متر وهو قاعد قاعد على القاع ومخلي له طشط مال ماء زين يقض لك الزائر ذاك ويقعد الزائر يمه ياخذ حذاءه ويغسله يغسل الحذاء رجال شايب لحيته بيضة قد جدي ويغسل الحذاء ويردي نشفه شلون ينشفه يظل شوية طين ظال تحت وتد من ينغسل ما ينغسل يظل طين شوية المفروض يضربه في مكان على القاع خاطر ينشف خاطر يطلع الطين شو يسو هذا الرجال الشايب شايبه يضربه على رأسه يضربه على رأسه وينشفه هاي أنا رأون المقطع بعين شفته رجال ينشفه على الرأس والطين يطيه على وجه ويقول هذا طين والتراب زوار الحسين وحقيقة شنو العظم يا أبا عبد الله السيد البروجردي كان يطلع عن مواكب للحسين مواكب يطلعون هو وعمامته يطلع السيد سيد البروجردي تعرفون إلى ثقل السيد بعد يطلع يأخذ التراب تحت المواكب هاي الهيئات اللي يطمون يأخذ التراب تحت الأرجلهم ويلطق بها لحيته وشي لعمامته على رأسه يقولهم هذا تراب خدام الحسين هذا تراب خدام شنو من عظم إلك بها عبد الله سيدي ليش لينضح بالغالي والنفيس في سبيل الله أعطى كل شيء في سبيل الله ما بخل حتى بنفسه ومهجته حتى بعياله وأخواته وأهله وأطفاله وأخوته وأنصاره وأصحابه كلهم ضحابهم حتى يصل إلى يزيد ابن معاوية يدخلون في مجلس يزيد يلتفت يزيد إلى الإمام السجاد يقل هل لك حاجة يقل يقل ثلث حاجات ما هي يقل الحاجة الأولى إذا عزمت على قتلي فاجعل مع السبايا من يرجعهن إلى المدينة هاي واحد والحاجة الثانية ارجع إلينا ما أخذ منا من أخواتي وفيها فيها ميراث من جدة الزهراء عند عمتي زينب رجعون هذا والثالث أريد أن أرى رأس والدي الحسين ثلث أيام أنا ما شايف رأس والدي الحسين التفت يزيد قل نحن لا نقتلك أنت الذي ترجع النساء إلى المدينة هاي وحدة وسنعوضكم المال بدل ما أخذنا قل لا نريد من أموالكم شيئا نحن نريد قل له أما رأس الحسين فلا ترى رأس أبيك الحسين ولا يراك إلى يوم القيامة قام الإمام قل يا يزيد أتظن أنك تحجبه عني تحجب رأس أبوي عني قل بلى قل أتريد أن أكلمه من مقامي هذا أحشو يا رأس أبوي قل أعمل وتكلم معه إن استطعت يا ابن الحسين صار تحدي بين الإمام وبين يزيد وإذ وقف الإمام إلى الستر اللي يعرف على أن رأس أبيه خلف الستر صاح السلام وعليك أبا يا حسين وإذا بالصوت وعليك السلام والدي علي قل لدق عيد يابوي وشوف قيدي قيدي ترجى مع حزت وريدي بوي وريدي ويشوف نلبا قر وليدي كأن الإمام الحسين يسأل عن زينبها قل لأبو يا حسين هاي عمتي بمجلس يزيد يبو يذليل يبو يولا ويلجيد آه آه يا زينب ادخلون زينب سلام الله عليها ويشتموها ويشتم أباها علي وإي تعين إلى رأس الحسين هتقل يا حسين أنا أنا معدت طبت لدي أيوان الدي وان ولا كلمت عزي عدوان أخويا أنا مشيت أندرب لما مشيت وذباح خير أفق أخويا من قلة والن خات شتم والدي ونكروس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم شافي وعافي كل مريض يا الله اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأشيائه واللائدين تحت روائه يا الله وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآني محمد وآني محمد وآني محمد موسيقى موسيقى